اعزائي برحب فيكم وحنعمل هلأ طبق رئيسي كتير لذيذ حيبقى مناسب لغدا لعزومة حنعمل طبق من الفريكة مع الدجاج اعزائي الفريكة لازم لما نيجي نشريها نخلي بالنا نشريها من مكان موثوق فيه لانه الفريكة في مجال كتير للغش فيها في بعض الاوقات منلاقي فيها شوائب واتربة وممكن يكون فيها حصى وإحنا مش باخدين بالنا فكمان نهتم بطريقة غسلها بحطها في مصفى والمصفى بحطها في طبق تاني وتحت المي عدة دقائق لغاية ما تطلع الشوائب على الوش وأشيلها وسيبها بدأ دقائق شوي بلاقي انه في القاع بترسب عندي تراب أو زي رمل فلازم يكون حرصين هوني أنا عندي الفريكة مش محتاجة أنقعها نفس المي اللي غسلت فيها هخليها تشرب ميتها وحتى يتضاعف حجمها عندي هتصير بهذا الشكل نفس المقدار لما بغسله بنلاحظ كيف بيتضاعف بهذه الطريقة يبقى الفريكة عندي جاهزة غسلتها وخلينا هلأ نتكلم عن الدجاج الدجاج هون عندي اللي ما توفر عندكم حبيتوا تعملوا دجاجة كاملة حبيتوا تعملوا فخدات فقط حبيتوا الصدورة فقط اللي موجود عندكم تقدروا تستعملوا لهذه الوصفة نبتدي نجاهز وصفتنا باختيار لبهارات اللي إحنا حنحتاجها وزي ما بنقول دائما لبهارات على حسب رغبتكم إذا حبيين الأكل مبهر أكتر في نكهة معينة أنتوا ما بترغبوا فيها زي ما أنتوا بتحبوا فيكم تغيروا على حسب الرغبة حخلط لبهارات ونوزع على الدجاج وشوي من البصل هحطه على الدجاج هلأ أعزائي أنا البستي جوينتي عشان مهم هاد الخطوة اللي حنعملها إن حدعك الدجاج بهذا الخليط من البصل والبهارات عشان يتشرب ويأخذ النكهة اللذيذة وإذا في كان عنا مجال نخلي هادية الطبق في البراد لحوالي ربع ساعة أو نص ساعة بيبقى كتير كويس أو إذا حبينا طوال الليل برضو بيتشرب بالبهارات على حسب وقتكم يبقى الدجاج عندي هلأ أصبح جاهز وخلونا نتكلم عن الصنية أو الجدر اللي إحنا حنطبخ فيه هادي الطبقة أعزائي أنا حختار هذا النوع من التناجر أو الجدور حسب ما إنتوا بتحبوا تسموه هذا مصنوع من الحديد وتقيل كتير بتلاحظوا كيف لما برفعه تقيل فعلا الحلو في هذا الأنواع من التناجر إن أنا بقدر أستعملها على النار وبعد هيك أدخلها الفرن نكسب وقت بتعطيني نكهة كتير لذيذة ممكن تضلها الطبقة بالفرن عدة ساعات على نار واطي خالص ما بيصير لها إشي محتفظة بالحرارة محتفظة بنكهتها وطعمها وقت اللي أنا جاهزة على الصفرة بتبقى جاهزة على الصفرة وبتضلها حتى على الصفرة لفترة طويلة سخنة يعني أنا بقدمها على الصفرة بهذا الشكل هلأ بالنسبة لطبخة الفريكة إحنا حنطبخ الفريكة مع الدجاج في هذه التنجرة أو في هذا الجدر بعد هيك بدخلها الفرن عشان الدجاج ياخد تحميرة حلوة هاي النقطة اللي بدي بس أشرح لكم إياها في حال مش موجود عندنا قطعة زي هذه أو تنجرة زي هاي ممكن أجيب صنية ألمنيوم الصنية البيتية تاعتنا المتعودين عليها أي إشي ينحط على النار بنفس الصنية بقدر أقلب أو إشي وحنشوف مع بعض كيف حنطبخ الفريكة حنطبخها نحط الدجاج وبعدك أدخلها الفرن وتطلع من الفرن على طول على الصفرة هي الفكرة أني حطبخ الدجاج مع الفريكة بنفس الوقت مع الدجاج يتحمر بالفرن فحنشوف مع بعض هالخطوة أهم إشي في هذا النوع من التناجر كمان إنه يسخنوا كويس ومجرد ما سخنوا زي ما ذكرت قبل شوي بظلوا محتفظين بدرجة عالية من الحرارة هنخليه يسخن ونبتدي نشوف خطوتنا التالية نبتدي عزائي بتسخين الدهن عندي أنا هون خالطة نوعين السمنة والزيت ولكن حسب رغبتكم ممكن تكتفوا بالسمنة فقط زي ما بتحبوا أو تكتفوا بالزيت فقط كمان حضيف البصل وحنضيف بقية البهارات وحضيف الطماطم وهالمكونات هقلبها مع بعض وحضيف هلا لفريكا هقلبها شوي برضو مع هادي الخلطة كلها لا تتوزع عندي كويس ما شاء الله الريحة من هلا قبل لسه مع طبخها ريحتها فعلا شهية أنا شخصيا بعشق لفريكا وبحبها ودايما دايما بحاول أدخلها في أكلاتي نبتدي هلا عزائي نضيف المي وبردو نقلبها تقليبة خفيفة ونخليها على نار عالية جدا لغاية ما تاخد غلوة ممكن نغطيها ونرجع لها بعد ما تقلي الفريكا عندي هلا جاهزة بابتدي عزائي هلا أحط قطع الدجاج اللي أخدت شوي وقت بالتبهير والبصل هحطها بهذا الشكل على سطح الفريكا ما نقلب هادي الخطوة هنخلي الدجاج زي ما هو على سطح الفريكا بالطريقة هاي هلأ برجع بحط الغطا وبخليها على نار متوسطة لحوالي 3-4 ساعة وبعد هيك بوطي النار وبخليها تستوي لغاية ما تستوي عندي على الآخر في عنا هلأ اختيارين الاختيار الأول إني أضلني أطبخها على النار زي ما ذكرنا بنار حوالي تأخذ ساعة تقريبا قبل ما أقدمها على السفرة بشيل الغطا وبدخلها الفرن بس لتتحمص شوي ويتحمل سطح الدجاج الاختيار الثاني إني من هادي المرحلة ما بسيبها على النار خلاص بط في النار وبدخلها الفرن الفريك والدجاج حينطبخوا مع بعض بالفرن آخر خمس دقايق برضو بشيل الغطا وخلي الدجاج يتحمل يبقى عنا اختيارين أتمنى تجربوا حسب ظروفكم حسب الأواني اللي عم تستعملوها وخلونا أعزائي نشوف طريقة التقديم أعزائي الفريك أصبحت عندي جاهزة بوزع عليها مكسرات حسب رغبتكم وصفة كتير لذيذة أتمنى تجربوه طاجن الفريك بالدجاج ثلاثة كوبة بفريك ست قطع دجاج واحد ملعقة كبيرة كمون واحد ملعقة كبيرة ملح نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة هيل ناعم واحد ملعقة صغيرة بهار مشكل واحد حبة كبيرة بصل مبروش واحد حبة كبيرة طماطم مبروش ثلاثة ملعقة كبيرة زيت درة ثلاثة ملعقة كبيرة سمن أو زبدة وثلاثة كوب ماء